اشتركوا في القناة 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 المدير التنفيذي لبلاستيشن 5 يقول لك ان بلاستيشن 5 يبيل وسنين على ما بالي يكون جاهز للعب مثل بلاستيشن 4 هو صادق بلاستيشن 4 اول ما نزل ما كان جاهز للعب اول سنتين تقريبا او اول ثلاث سنوات متى صار بلاستيشن 4 جاهز للعب بعام 2017 كذلك المدير التنفيذي يلمح لك ان بلاستيشن 5 موه جاهز للعب الان يعني حتى المدير يلمح لك جد الحين بلاستيشن 5 حرفيا ما فيه العاب نهائيا ولا حد الآن ما فيه تحديثات تذكر أو تجذبك أنك تروح تشتري بلاستيشن 5 يعني اللأمانة الآن بلاستيشن 5 مثل ومثل بلاستيشن 4 ما فيه تطورات أبدا يبيه لكم أقل شين تنتظرون سانيها وسنتين هو الخيار لك لشراء الجهاز ولكن هي نصيحه وحب للخير إلا إذا كنت صانع محتوى ويهمك أنك تجرب جهاز بلاستيشن 5 وتعطي انطباع لجمهورك أبدا أقول لك اشتر الجهاز ولكن يلا نستفيد من خبرة اللي شروا جهاز بلاستيشن 5 اكتبوا لنا بالتعليقات هل هو يستاهل الشراء الآن بالوقت هذا أو لا أتمنى الإجابة من اللي شارين الجهاز اشتركوا في القناة